سلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنستطرق للدرس الثالث في الوحدة الرابعة الماء والطبيعة المرجع الجديد في النشاط العلمي للمستوى الاول اذا عنوان درس اليوم هل الماء ضروري للحياة هل الماء ضروري للحياة الاهداف التعلمية لهذا الدرس اعي ضرورة الماء للحياة واعين عكاساتها ندرة الماء في الحياة اذا سنعي ضرورة الماء في الحياة ونعي كذلك ونتعرف على العكاسات ندرة الماء في الحياة إذن وضعية الانطلاق لاحظوا معي في الصورة الأولى أرض قاحلة منطقة قاحلة لا نبات لا ماء منطقة قاحلة في الصورة الثانية حديقة مزهرة والناس يقومون بنيوزها مجموعة من العائلات وبحيرة في هذا المكان الظهور المكان كله مختر إذن ما هو السؤال بماذا مثلا إلا بغينا في هذه المنطقة تقول لي في هذه المنطقة إذن بماذا تصبح الأرض في الصورة واحد مخضرة مثل صورة صورة اثنان إذن كيفاش تقول لي الأرض في هذه الصورة هذه في هذه الصورة هذه إذن بماذا تصبح الأرض في الصورة واحد مخضرة مثل صورة اثنان لنفتصرد أول فرضية المنطقة القاحلة إذن هذه المنطقة تحتاج الماء تحتاج إلى عناية كبيرة قبل الماء تحتاج واحد العناية كبيرة إذن فرضية أخرى الأرض في الصورة الأولى تحتاج إلى الماء في الصورة الأولى تحتاج إلى الماء تحتاج إلى إذن إلى ماذا يحتاج كل كائنا كي يحيى إذن لاحظوا معي الطفل في الصورة طعام الهواء وماذا أيضا الماء إذن يحتاج الإنسان إلى الطعام والهواء والماء إذن السماكة إلى ماذا تحتاج تحتاج إلى الطعام والهواء والماء السماكة إذا خرجت من الماء ستموت إذن تحتاج أيضا إلى الماء النبتع تحتاج إلى الهواء والسماد والماء إذن الماء ضروري لكل شيء حي للإنسان للنبات وللحيوان لكل الكائنات الحية إذن أدون وأتقاسم كل الكائنات الحية تحتاج إلى ماذا إلى الماء لكي تحيا لكي أعمم وأطبق الماء ضروري لحياة الكائنات الحية الماء ضروري لحياة الكائنات الحية المصطلحات العلمية كائنات حية اتر اتر vivant اتر vivant اصلوا بخط الماء يناسب الصورة لاحظوا معي هنا في الصورة الأولى هذه الصورة تدل على وفرة الماء من وضرة الماء هذه الصورة تدل على وفرة الماء ارض مخضرة اشجارها ايضا مخضرة سهولها ايضا اذا يدل على وفرة الماء لاحظوا معي الأرض متشققة وجافة اذا على ماذا تدل على ندرة الماء هذه الارض تدل على ندرة الماء لاحظوا معي هذه النبتة هذه النبتة ذابلة اذا على ماذا تدل تدل على ندرة الماء ندرة الماء إذا لاحظوا معي هذا الشلال إذن والأرض حولها وكيف هي كذلك إذن تدل على وفرة الماء إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة